السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين شهات جي بي تي. دلوقتي بقى في شوية مزايا جميلة جدا زي لو جيت هنا. بتقدر تقول له قتاش وتروح رافع ملف بي دي اف من جوجل درايف او ماكروسوفت وان درايف او من عالكمبيوتر بتاعك. وتقدر تسأله ساعتها بدل ما بيدور في كل حتة يركز على ملف بي دي اف دوت. طيب هنا ده سيرش الزويب. ده اللي اختار دوت لما بتفعله لما بتعمل سيرش بيدور على المعلومات الحديثة. يعني لو في اي حاجة بتحصل لمن دول. بتقدر ان انت تسأله فيجيب لك اخر معلومة خلال الاسبوع اللي فات او النهاردة او كده. طيب في خاصية برضو كريت ايميش. ممكن تقول له. اباوت. قلت له اعمل اي صورة كده. طعم. فهو بحاول اللي يتخيلها بيقول لا انا مش هادر اعمل صورة. طيب. طيب فيه تقدر تقول له تقدر تقوله براينستورب عن حاجة معينة مثلا. طيب برضو في حاجة ميزة حلوة في شات جي بي تي. اللي هي دي تولز الناس عاملينها الشركات التانية. في حاجة تخاصة مثلا بالرايتنج كتابة. في حاجة تخاصة بالانتاجية برضو تفتي. هيتخاصة بالبحث العلمي. البرو جرامنج. الايف ستايل. كل حاجة دي تقدر ان انت تشوف التولز دي تساعتها انت بتخصص التجربة بتاعتك. تمام? ممكن تقول له مثلا عايز كود كوبايلوت فيبدأ ان هو يستطيع قولك. وبساعت هاي سؤال حيث سألوه هيحاولولو الواقع لبرنامج. ممكن تقول له ايه يعمل لبرنامج. لعبة كرود قضاء. بيولان انت عايزة عايزة ام موبايل واقعية هيدا يضع بقى تغطية اللعبة والحاجات دي كلها اولو بقى اكتب لي كود بسيط اه هو بدأ يكتب صلا نقود طيب ممكن نقول له اكتب خود حرب حرب فضاء بلغة جوافة سكريبت يعني هتشغل على المصفح بدأ يدينا الكود هوت بحيث ان انت اخده تبدأ ان انت تشغل عليه طيب من دين برضو الحيال تمام ممكن تقول له مي جي بي تي هيبدأ افتح لك الحاجات اللي انت استخدمتها ممكن تقول له create وتعمل انت حاجة خاصة بيك للجامعة بتحتك الكتاب اللي انت عامله بس لازم تكون انت مشترك طيب هنا هقول له customize chat gpt وهنا بتقول له اه ممكن تقول له ايه اه ما تتذرش معايا خلي كل الاجابات بالعربي اه انا هدفي ان انا اطور نفسي يعني بتدي له بعض الحاجات اللي هو يبدأ ان هو يلتزم بيها ممكن تقول له ازاي هو يستجيب لك اقول له مثلا اه دور في كتب العربية مثلا اه خلي الكلام بنا formal او casual او خلي كل الكلام بالمصرية العامية وهاكسر فتقدر تحدد انت عايز ايه منه بزبط وانا لو عايز تعمل افجريد بلان لحساب بتاعك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة